قتل ستة جنود تراك في اشتباك مع مسلحين من حزب العمال الكردستاني المحذور في شمال العراق وفقا لما نقلته بكالة رويترز عن وزارة الدفاع التركية وتنفذ تركيا في قضاء الحويج شمال البلاد عملية المخلب القفل منذ عام 2022 والتي تسعى من خلالها إلى تقافي عناصر حزب العمال الكردستاني وقتلت منهم حتى الآن حوالي 586 عنصرا بحسب تصريحاتها للحديث عن هذه الاشتباكات نرحب أيضا بمراسل المشهد من بغداد مصطفى سلمان أهلا بك مصطفى يعني ما تفاصيل الاشتباكات التي قتلت خلالها ستة جنود أتراك نعم تركيا تنفذ في المنطقة الشمالية للعراق وتحديدا في منطقة الزاب عملية عسكرية منذ عام 2022 منذ نيسان عام 2022 تدعى عملية المخلب القفل وهذه العمليات تستهدف المواقع التي تقول تركيا أن حزب العمال الكردستاني المحظور لديها يستخدمها كمنطلق لشن هجمات داخل الأراضي التركية وهي في عمق الأراضي العراقية ضمن هذه العملية اليوم وبحسب بيان وزارة الدفاع التركية قالت أن الجولة الأولى من اقتحام منطقة الزاب قتل خمسة جنود فيما تأثر آخر بإصابة وقتل بعد ساعات من نقله إلى منطقة آمنة تركيا ما زالت تشن هذه العملية وبعد مقتل الجنود شنت ضربة جوية على منطقة تدعى جبال متينة أيضا في شمال العراق وحتى هذه اللحظة لم يعلن إذا ما كانت هناك إصابات يبدو أن الأسبوع الماضي كان محتدم الاشتباكات ما بين حزب العمال والجيش التركي الجيش التركي خلال هذه الأيام القليلة الماضية نفذ ضربات جوية في عمق الأراضي العراقية قتل على إثرها قادة من حزب العمال الكردستاني وأيضا أصيب عدد من المسلحين هنا نعم مصطفى في ظل تعزيز تركيا لهذه الهجمات في الداخل العراقي السؤال هنا كيف هي ردود الحكومة العراقية حول هذه العمليات التركية المستمرة في شمال العراق يعني بداية التواجد التركي في العراق يمتد إلى مسافة سبعين أو خمسين كيلومتر داخل الأراضي العراقية هناك ذكانات عسكرية تركية منتشرة في منطقة الدهوك تحديدا في أقاصي منطقة الدهوك وهي شريط الحدودي هناك ومنها تنفذ العمليات داخل عمق الأراضي العراقية بمسافات أبعد من خمسين كيلو وسبعين كيلو وزارة الدفاع العراقية حتى هذه اللحظة ما زالت تلتزم الصند لا يوجد أي رد حكومي من قبل الحكومة العراقية أو وزارة الدفاع العراقية تجاه الضربات المتكررة هناك تركيا تقول إنها نسقت مع الجانب العراقي لتنفيذ ضربات باتجاه حزب العمال الكردستاني كون العراق غير قادر على تأمين هذه المنطقة ووزارة الدفاع العراقية تقول إنها شكلت فرقة كاملة ولواء خاص لحماية الشريط الحدودي من حرس الحدود وهو تحديدا في قليم كردستان على الشريط الحدودي الممتدمة بين تركيا والعراق واضح شكرا لك من بغداد مراسل المشهد مصطفى سلمان على جميع هذه التفاصيل اشتركوا في القناة